بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إحنا في فيديوهات لإلنا سابقة تحدثنا عن طريقة إصلاح الإنترنت في جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب وأعطينا عدة خطوات وعدة حلول كانت ناجحة إلى حد كبير مع أغلب المستخدمين وفي هذا الفيديو بالتحديد رح نفرجيكم عشر طرق لإصلاح الإنترنت بالتفصيل على جهاز الكمبيوتر ورح نسلط الضوء على الواي فاي كونه أغلب المستخدمين بيتصلوا في الإنترنت على جهازهم عن طريق الواي فاي خليكم معنا بالفيديو خطوة بخطوة ورح نبدأ بشرح هاي الخطوات جميعها خلينا في البداية ننتقل على ستارت بهذا الشكل على خانة البحث ونكتب عنا CMD بعد هيك رح تطلع عنا هاي النافذة في هاي النافذة بنحددها وبنعمل كليك يمين بنختار عنا run as administrator طيب فتحت عندي هاي الواجهة بنجاح في هاي الحالة احنا رح نستخدم أمر شائع جدا واللي اسمه بنج بهذا الشكل space 1 2 7 1 1 1 1 نعمل انتر بهذا الشكل طيب في حال أعطاني هاي الريبليز جميعها فأنا بتأكد بهاي الحالة انه المشكلة عندي هي مشكلة سوفت وير وليست هارد وير في حال ما أعطاني هاي الريبليز رح أكون أنا عرفت انه المشكلة عبارة عن هارد وير فبهاي الحالة رح انتقل الى فن الصيانة أو أحاول اني أصلح الكرت عندي أو ملحق الشبكة على الماذربورد بأي طريقة أخرى عشان هيك احنا في البداية بنحب نشيك ونعرف أصلا المشكلة أحيانا بعض الناس بيكون عندهم في مشكلة في توصيل قطعة الهارد وير الخاصة بالشبكة فما بيعطي هاي الريبليز فمن الأساس أي محاولة لإصلاح مشكلة الانترنت وخصوصا الواي فاي من خلال النظام أو السوفت وير رح تكون فاشلة ففي حال انه ما أعطاك هاي الردود لازم انك تقوم بإصلاح كرت الشبكة يعني الهارد وير طيب احنا بعد ما حددنا هاي المشكلة رح ننتقل عندنا على الخطوات خطوة خطوة طيب عندنا في الخطوة الأولى رح نروح عندنا على البحث في start ونكتب control panel بهذا الشكل بعد هيك رح نحددها رح يكون عندي مجموعة خيارات أنا بهمني خيار الانترنت أو النتورك اند انترنت عشان هيك رح أروح عندي على النتورك اند انترنت بهذا الشكل بعد هيك رح اختار عندي انترنت options رح تفتح معي هاي الواجهة بهذا الشكل رح انتقل عندي على خيار advanced بعد هيك رح اروح عندي على restore advanced settings بهذا الشكل انقر عليها نقرة واحدة وبعدها رح اختار خيار reset بهذا الشكل بعطيني هاي النافذة بعطي reset بعد هيك بكون هو انتهى عندي ان العملية بشكل كامل فبنقر على close بعدها رح ننتقل للخطوة الثانية في الخطوة رقم اثنين رح نروح ايضا على start بهذا الشكل ورح نبحث عنها عن شي اسمه surfaces بعدها رح نحدد surfaces رح تفتح عنا مجموعة من الملفات رح ننتقل عنا على خيار wlan auto configure هو غالبا بيكون في اخر هاي الملفات طيب وجدت عندي wlan auto configure بنقر عليه double click بهذا الشكل رح تفتح عندي هاي النافذة لما تفتح عندي هاي النافذة كالعادة احنا بهمنا للstartup type لازم تكون automatic في حال كانت manual او كانت disabled او اي شي فانا بغيرها بخليها automatic وبنقر على start وبعمل apply لكن في حال انك انت لما فتحت معك هاي النافذة كان عندك الstartup type automatic بهذا الشكل بتخليها automatic مثل ما هي طيب في الخطوة الثالثة رح ننتقل عنا على settings او رح نروح على task bar بهذا الشكل على خانة ال wifi عنا رح ننقر عليها right click بهذا الشكل نختار open network and internet settings طيب انا اللي بهمني change adapter options بهذا الشكل رح انقر عليها رح يفتح عندي مجموعة من network connections هاي الاجهزة او هاي الدرايفرز او الادابترز الموجودة عندي اللي انا بشبك من خلالها انترنت على الجهاز زي ما احنا شايفين عندي ال wifi ما في اي مشاكل لكن عند ال ethernet الحالي لائلو او ال status لائلو disabled يعني معطل فعلى فرض انت لقيت عندك ال wifi disabled معطيك عنده نوت ان هو disabled يعني معطل رح تنقر عليه click يمين بهذا الشكل ورح تختار enable فاحنا لازم نشيك عندنا على ال الادابترز الموجودين انه ال wifi الحالي لائلو enable ايضا ال ethernet الحالي لائلو enable انا مستخدم ال wifi حتى اني اشبك على جهازي فما في اي مشاكل عندي لكن انت غالبا قد يكون ال wifi في مشاكل عندك فلما تدخل على ال wifi تعمل كليك كمين في حال وجدت عندك خيار enable تختار خيار enable حتى انه يتم تفعيل عندك ال wifi ونفس الشي بالنسبة ال ethernet اللي هو سلك توصيل الانترنت طيب في الخطوة رقم اربعة هي مهمة بشكل كبير لالنا ممكن انها تساعدنا في حال مشكلة ال wifi او الاتصال بالانترنت رح نروع عندنا على this pc او my computer في حال كنت بتستخدم windows 7 رح نعمل كليك يميا بهذا الشكل ورح نختار ال manage بعدها رح تفتح معي هاي النافذة رح اختار عندي device manager بعدها انا اللي بهمني network adapters network adapters هي عبارة عن مجموعة من التعريفات او من ال adapters اللي هي بتعرف عندي كرت الشبكة مع نظام التشغيل فاي مشكلة عندي فيما يخص ال network adapters او خلني احتي كرت الشبكة ال wifi الكابل اللي انا بشبك من خلال usb الى اخره رح تكون التحكم فيها والتعريفات اللي خاص فيها من خلال هاي الخانة الموجودة عندي فانا شو بيتطلب مني اكون عارف حتى اني اقدر اصلح هاي المشكلة قد يكون العطل في اتصال الانترنت بسبب ال network adapters كيف ممكن انا اشيك عن network adapters انه انا ما عندي مشكلة فيها برو عندي على اول تعريف اللي هو خاص بالواي فاي زي ما احنا شايفين مكتوب انتل ار واي فاي رح نعمل دبل كليك عليه بهذا الشكل رح يفتح لي الادابترز او الديفايس الخاص بهذا التعريف بعد هيك رح يعطيني device status طيب لو قرأنا ايش ما يعطينا بيحكي لنا this device is working properly معنى كلامه انه هذا الجهاز او الادابترز بيعمل بشكل صحيح يعني مش معمولة له disabled او تعطيل احيانا بعض المستخدمين اذا دخلوا على هذا التعريف او الادابترز رح يعطيهم الديفايس status بهذا الشكل انه disabled يعني هو معطل ورح يكون في عندي خيار زي ما هو موجود انه اعمل انابل لهذا الديفايس فهاي احدى المشاكل اللي ممكن تكون موجودة عندنا في تعريفات النتورك ادابترز هذه المشكلة الاولى فعشان هيك لازم نشيك على جميع هاي التعريفات انه ما فيها اي تعريف بيحتاج لا انابل ادابترز في حال انك دخلت عليهم وشيكت عليهم لازم انه يعطيك الديفايس status بهذا الشكل انه الجهاز يعمل بشكل صحيح طيب احد المشاكل الشائعة فيما يخص الديفايبارز انه ممكن يكون الديفايبارز نفسه بيحتاج عندي لتعريف او لتحديث رح نعمل دابلي كليك كمان مرة رح نروح عندنا على درايفر بهذا الشكل في عندي خيار ابديت درايفر رح اختار عندي ابديت درايفر رح يحكي لي هاو دو يونت تسيرش فور درايفرز انه كيف انت بدك تبحث عن التعريف اللي بدك تثبته على هذا الديفايس فبيحكي لي سيرش اوتوماتيكلي فور درايفرز ولا بدك تعمل براوز ماي كمبيوتر فور درايفرز انا مبدئيا رح احكي له انه عمل لي سيرش اوتوماتيكلي فور درايفرز رح اختار الخيار الاول بعدها بيحكي لي انه هذا الديفايبارز عندك في الويندوز في افضل نسخة منه موجودة مثبتة بالفعل فانت مش بحاجة انك تبحث عن الدرايفرز لازم يشيك هاي الخطوات جميعها انه يكون عنا لدرايفرز ابديتد دائما على الجهاز طيب في حالة اخرى انا كنت بدي مثلا على سبيل المثال بدي اعمل ابديت درايفر ومتاكد انه هذا الادبتر فيه مشكلة او بيحتاج عندي لتحديث ممكن اني اعمل براوز ماي كومبيوتر فور درايفرز وانا اردي اكون امثبت لدرايفرز باستخدام اي برنامج وفي انه شرح على القناة اللي هو فيديو فيما يخص التعريفات بامكانكم اترجعولها الفائدة ورح يساعدكم في هاي الجزئية بالتحديد هذا الفيديو بيشرح عندي كيف اثبت هاي التعريفات وكيف احدثها وكيف اني اثبتها مانيولي عن طريق تنزيلها ومن ثم تثبيتها بشكل يدوي ايضا من الجزئيات اللي بتهمنا بالنتورك ادابترز انه احيانا في بعض الناس لما يقوموا باصلاح النتورك ادابترز بيحددوها بهذا الشكل بيعملوا كليك يمين وبيعملوا ان ان استول ديفايس يعني الغاء تثبيت الجهاز بيرجعوا بعد ما يعملوا له الغاء تثبيت بثبته مرة تانية بنفس الخطوة هاي من الخطوات اللي ممكن احيانا تكون مفيدة في حل مشكلة التعريفات الخاصة بكارت الشبكة في الخطوة رقم خمسة راح نروح عنا على البحث ونكتب system configuration بهذا الشكل راح نحددها بعد هيك راح نختار عنا services راح يكون في عنا هنا خيار enable all في حال كانت enable all عندك ال option ليلها مفعل بتختار enable all بعد هيك بتعمل apply بعدها بتعمل ok طيب الخطوة السادسة راح ننتقل عنا على البحث راح نكتب عنا cmd بهذا الشكل راح نحددها راح نعمل كليك كمين run as administrator بعد هيك راح اعطي yes بعدها بتكون فتحت عندي command window بهذا الشكل راح ندخل الامر الاتي اللي هو n-e-t-s-h space w-i-n s-o-c-k space reset بعد هيك راح نعمل enter طيب بعدها راح ندخل الامر الاتي n-e-t-s-h space int space ib space reset space reset log dot txt بعدها راح نعمل enter بعد هيك بيحكي لي restart the computer to complete this action انه لازم تعمل اعادة تشغيل حتى يتم اتمام هذا الاجراء بنجاح عشان هيك راح اسكر عندي cmd ورح اعمل عندي restart للجهاز في الخطوة رقم 7 راح نروح عنا على خانة الشبكة راح نعمل click main بعدها راح نختار troubleshoot problems بهذا الشكل راح يحكي لي ان هو بيحدد في المشكلة فبيطلب مني اني احدد الادابترز اللي فيه المشكلة فانا راح احكي له انه all network adapters في حال كانت المشكلة عندك في الواي فاي بالتحديد بتختار الواي فاي وفي حال كان عندك المشكلة بالتحديد في الاثرنت بتختار الاثرنت لكن انا اللي نفرض انه انا عندي مشكلة اتصال الانترنت في الواي فاي فبعمل next بهذا الشكل بعدها بيحكي لي انه الترابل شوتر ما قدر يحدد عندي المشكلة احيانا حكينا سابقا في فيديوهات لانه انه الترابل شوتر بيقدر انه يحدد المشكلة ويقوم باصلاحها بشكل automatically من دون اي تدخل مني طيب في الخطوة رقم تمانية راح اروح عندنا على control panel راح نبحث بالبحث control panel بهذا الشكل بعدها راح اروح عندنا على طريقة عرض ال elements عندي اللي هي view by large icons او small icons فانت اختار عندك large icons بهذا الشكل بعد هيك بدنا اروح على خيار power options بهذا الشكل بعدها راح اروح على change plane settings بعدها راح نحدد عندنا change advanced power settings راح تفتح معاي هاي الواجهة بهذا الشكل طيب انا اللي بيهمني اللي هو الواي فاي او ال wireless adapter settings راح انقر عليها نقرة واحدة بعد هيك راح اروح على power saving mode راح يعطيني on battery راح احددها بعد هيك راح اختار خيار maximum performance بهذا الشكل بعدها راح اعمل apply بعد هيك راح اعمل ok بالطريقة التاسعة راح نروح عندنا على this pc راح نعمل عليها click main ونختار manage حتى اننا نقدر ندخل على التعريفات او devices بعد هيك راح نكبر الواجهة وراح نختار device manager راح نروح عندنا على network adapters بعدها انا عندي مشكلة بالواي فاي على سبيل المثال راح اختار ال adapters الخاص بالواي فاي راح اعمل click main بعد هيك راح اختار properties بهذا الشكل طيب بعدها راح اروح عندي على power management بهذا الشكل حيكون في اندي خيار allow the computer to turn off the device to save power راح يكون هذا ال option مفعل فانا راح اقوم بتعطيله راح انقر على البوكس بهذا الشكل بعد هيك راح اعمل ok طيب بعد هيك احنا بنحتاج من جميع هاي الخطوات اللي احنا عملناها انه نعمل restart الجهاز طيب في الطريقة رقم 10 واللي هي الاخيرة راح نروح عندنا على ايقونة الشبكة من taskbar راح نعمل عندنا click main راح نختار open network and internet settings بعدها راح ننتقل على اخر خيار عندي اللي هو network reset طيب بعديها راح نعمل reset now بهذا الشكل ورح نعمل yes راح يحكي لي انه راح يسجل خروج او راح يقوم بعملية اغلاق النظام في غضون 5 دقائق طبعا انا راح اعمل close ورح اروح عندي على start ورح اعمل restart للجهاز من جديد حتى اني اجرب الاتصال بالانترنت مرة اخرى فاتمنى انه نكون قدمنا لكم محتوى مفيد في هذا الفيديو وعلى الاقل من العشر طرق اللي احنا قدمناها تكون طريقة واحدة كافية لاصلاح مشكلة الانترنت عندكم في الجهاز الله يعطيكم العافية لا تنسوا الاشتراك بقناتنا حتى يصلكم كل جديد السلام عليكم